اشتركوا في القناة الجزاء يحتاج الى هدوء يحتاج الى خبرة ركلة غاضة حارس المرمى دقة كبيرة في التنفيذ لابد ان يحافظ على تركيزه في هذه اللحظات مستحيل الكرة خارج المرمى يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات يرسلها الى الشباك تنفيذ ناجح من اللاعب ياخذ نفس الهدوء مطلوب قبل التسديد يا ربا الكرة بعيدة عن المرمى الان يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء يستدد الركلة خارج المرمى اللاعب غير واثق من نفسه وهو يتقدم نحو التسديد هيا في المرمى شايف الثقة شايف الهدوم شايف التنفيذ ركلة ترجيح بنجاح ركلة في المرمى أي ضغوطات أي أحفاب أي دقات تكاد أن تسمع للقلوب لأنه يعرف لو أضاعها فذلك يعني الله تنفيذ ممتاز من اللاعب ركلة تنفذ بنجاح الكرة إلى خارج المرمى لم يكن في وضعية مريحة كان قليقا كان متوترا هكذا كانت الملامح واضحة يخادع حارس المرمى يضعها في أسفل الزاوية ركلة ترجيح مثالية ركلة تنفذي سلم الزاوية علي الحفاظ على هدوء في هذه اللحظات الله على التنفيذ الكلب في المرمى والتنفيذ مميز لركة الترجيح يا ربا يبشلوا في إرسالي هذه المرمى تنفيذ سيئة لركلة الجزام كان الارتباك واضح علي قبل التزديد ترجمة نانسي قنقر